اشتركوا في القناة صحة وسعادة وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة طبعا في البداية نبارك لجميع المستمعين وإلى مواطني دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة كما نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى مقام أصحاب السمو حكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود جميعا إذن أيام مباركة إجازة طيبة عشناها معكم في هذه الأيام المباركة وهذه أيضا يعني دعواتنا يعني لكل حجاج دولة الإمارات ولكل الحجاج المسلمين ويرجعون إلى ديارهم إن شاء الله آمنين سالمين معافين خالين من الأمراض إن شاء الله وكذلك اليوم يعني كنت أقرأ من ضمن التصريحات لوزير الصحة في الشقيقة المملكة العربية السعودية يقول أن اللهم لك الحمد أن الحج هذا العام كان خالي من الأمراض اللهم لك الحمد والشكر والفضل منها جهود كبيرة تبدلها المملكة العربية السعودية في يعني تنظيم وتيسير الحج على المسلمين الوافدين إلى هذه البقعة الطاهرة فالله يردهم بالسلامة يا رب عموما نحن مثل ما عودناكم برنامجنا طبعا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا أعزاء المستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق رسالة نصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة وكذلك موجودين معاكم على الانستجرام لايف في نور دبي اليوم بس نور دبي لأن الهيئة عادة سامحوني أنا يام السفر ما دلوين الآيباد ما الهيئة اليوم بعد كذلك اليوم مباتر الدكتور رندا ما بتكون معنا في الحلقة ما أخذ إجازة طويلة الظاهر تبغي تعيد فهذه تحية كذلك لدكتور رندا الملة وأيضا معنا اليوم في التنسيق نرى الأغفالي شحالة طيبة وأيضا في الإخراج المبدع دائما عيسى سبيل عيسى سافرت في الإجازة لا يلستنى زين سويت أحسن كل ما بتسافر ما يستوي يلس شوية في الأبلاد عيد في الأبلاد ولا تشنينا هتوني إياي من المطار عموما نحن أول محطاتنا بتكون مع زميلة أسمى الجناحي من سؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي صبحت الله بالخير أسمى صبحت الله بالنور والسرور أخي محمود أسمى طبعا اللي يشتغلون في الإعلام الاجتماعي هم معروفين أنهم يشتغلون 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع ما شيء جازات فخبرين خلال فترة العيد شو كان يعني أبرز الأشياء اللي كانت موجودة على حساباتنا في هيئة الصحة في دبي وأيضا خلال الأيام القادمة شو بيكون عندنا خلال فترة العيد كنا زايرين الأطباء طبعا هذول الأطباء الان كول وغيرهم صحيح فكانوا ما شاء الله موجودين لتقديم الخدمة الصحية سواء كان مراكز 24 ساعة والمسلشفيات مغير هذا خصفنا سوشيال ميديا أن يكون كلها لنصايح خاصة بالتغذية وخاصة بالعيد لنصايح الصحية لأن الناس مني أول يوم عيد يبدون يخطون وتسمم وتلبكات معوية وهذه كلها الصحية من الأكل المعدة بيت الداء صحيح غير هذا حتى نحن كنا معلنين أن الصحة المهنية موجودة في ثلاث مراكز بس نحن نظر الأشخاص اللي يبون يسجلون في الصحة المهنية يدخلون على الموقع الإلكتروني salem 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 dha.dha.gov.ae كذلك اللي يبغي يطلع على الأعداد السابقة ممكن أن يزور موقع البيان في لينك خاص أو نافذة أو بوابة إلكترونية لهذا الملحق أيضا أسمن دائما ما تكون لنا بعض المغتطفات من هذا الملحق على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام هيركز على الأشياء الرئيسية اللي مثل الإنفوغراف والمعلومات اللي فعلا راح تفيد الناس أما الأخبار نخليها حق الجريدة زعت الله خير يا أسما في أي إضافة تانية تبغي تضيفينها اليوم نحن من عودة للمدارس حلقتنا اليوم في العيادة الذكية من الساعة 11 لين ساعة ماش بتكون عن صحة الأطفال في العودة للمدارس وشي الأشياء اللي يجب أن يسوونها للوالدين وكيف يدرون يتمون في عيارهم وآخر شيء رسالتنا قبل أن تبدأ بالعمل خصص وقتا لتركيب مهامك التي عليك إنجازها وتركيب أولوياتك لهذا الأسبوع ممتاز جدا دومتي بصحة وسعادة مشكورة يا أسما الله يحب الله خير ما قصرتي طبعا من أسما الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي في عهد الصحة في دبي نحن من استقبل هذه الملاحظة من هاشم هاشم صبحك الله بالخير بالنور والسرور كيف الحال؟ طول عمرك كل عام أنت طيب وانت طيب وانت الصح السلام الله يسلم طال عمرك عندي ملاحظة على تنظيم الصحي اللي هي تابعة لهيئة البي صحيح طال عمرك أنا عندي الوالدة قبل فترة يمكن تقريبا تسع شهور أو ثمان شهور عالجت في مستشفة مستشفة دولي الحديث أوه وبعد ما اكتشفوا الفحوصات وهذا الصلاة قالوا أنه عندها مرض الشين فحولنا الأوراق للديوان لأنها مرض أيش؟ الشين المرض السرطان أوكي ولدرجة أنه وصلوا أنه كانوا يعطونها الكيماوي فالكيماوي صراحة تكلف ونحن حالة المادية كانت ما تصلح لنا عثبت نسبة حق الكيماوي فأخذينا الأوراق وحولنا إلى الديوان وليعه والديوان وليعه الصراحة ما قفروا وطرشوها لخارج الدولة ليبسوا غافورة وعالجوها هناك وبعد اكتشاف أنه طلع عندها تشخيص قاطع ما فيها أي سرطان ولا أثر الحمد لله الحمد لله على هذا وشيء زاني وين جبت الرسالة وقدمته وين تنظيم الصحي شكوى على دولي الحديث ممتاز ويبت الرسالة بيها ختم وفيها ختم سفارة الإماراتية هلوين تنظيم الصحي ممتاز الحين تنظيم الصحي كمنات تقريبا بعد ما قدمت الشكوى كمنات ستة شهور وذكرونا لجنة طبية اللي هي تحقيق ولا أشياء اللجنة هذه تكون مشكلة من أطباء من الهيئة بس لا هي أطباء من وزارة الصحة ومن الجماعة حتى في هيئة أبوظبي الصحية مجموعة أطباء المختصين في هذه الحالة نعم بعد اللجنة والتحقيق صراح الوالدة متضررة ومتعقدة من شيء اسمه كيماوي يعني خلاص لو عزك الله حد يشوفه يقولك أنا مينونة فقدمنا حين شكو بعد التحقيق وخلصنا التحقيق وقدمت وراغ الزيادة طولنا الحين الموضوع باقيها نتيجة بس وصلنا نتيجة على يميل طيب وليل يوم هذا قالونا بكمل نتيجة شهر أو شهر ونصف الطيب كمنا شهر وشهر ونصف خلص العيد وخلص الرمضان ولينا الحين ما طرشوا أي نتيجة ويوم نتصل فيهم لأن ما يردون يقولون نصبروا كم نصبر تقريبا نحن كمنا السنة وشوي كم نصبر نحن ما قدمنا ممتاز للشكوى قالونا إذا مقدمين في المحكمة لازم ما تقدمون عنه بضغط لأننا فيها إجراءات قانونية في هذا حاشم أنا بأخذ ميرا الله يخليه تحتله وتأخذين بس رقم الطلب من هاشم الخاص بالشكوى أنزين ما نستفسر من إدارة التنظيم الصحي لكن بعد هاشم أنا أقول لك يعني كمية الملفات اللي يشوفونها الجماعة يعني كمية كبيرة وتعرف عشان تشكيل اللجنة ويبون طباء وينظرون لها بشكل سليم بعد يعني أنا ما ألتمسلهم العذر في هذا الموضوع ولكن نحن نتحدث يعني عن حجم كبير من العمل لديهم لكن هذا بعد يعني مش عذر أنه ننتظر يعني مرحلة وايط طويلة في هذا المجال فخلنا نرجع نشوف شو الحالة عندهم وإن شاء الله ميرا ميرا بتأخذ الرقم بتأخذ حتى رقم تلفونك وبيتم تحويله للمختصين دايركت لمن عندنا يزاك الله خير يا هاشم سامحنا عادة نحن لأن ما نطلع فاصل فعسبتي يعني خلصنا المكان ولا ودنا يعني نسمع أكثر يزاك الله خير ما قصرت يا هاشم إذن مستمعينا نحن نتواصل معكم إن شاء الله بعد الفاصل عندنا العديد من الواضيع ما نتكلم على موضوع شوي يعني تجربة جميلة قامت بها هيئة الصحة في دبي ل يعني تحسين بيئة العمل الداخلية للموظفين لجعلهم يعني يعني من باب زيادة الانتاجية من باب وضع يعني بيئة عمل مناسبة لهم شو هي هذه التجربة ما تعرف عليها مع الأستاذ علي السويدي من الموارد البشرية بعد الفاصل فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى من سبعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي السلام عليكم أرجو التواصل تحت الهوى لشرحها لتبني ميرا عندتش الموضوع وشوفينا إذا بيطلع على الهوى ويمكن إذا كانت قضية عامة واحد ممكن يستفيد منها ليش لا خليه يطلع معانا على الهوى إذا هو حاب طيب في دراسة توضح سببا جديدا يحتم علينا خفض استهلاك السكر حيث حذر خبراء الصحة مرارا من التبعات الخطيرة للإفراط في تناول السكر مثل السمنة الإصابة بأمراض السكر لكن الأمر لم يعد يقتصر على الأمراض العضوية بل أصبحت المادة الحلوة أحد أسباب الاكتئاب بحسب هذه الدراسة التي يعني أظهرت هذه الدراسة اللي سووها مجموعة من الباحثين من كلية لندن الجامعية أن من يتناولون السكر بكثرة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالطرابات الدماغ وشملت الدراسة عينة تزيد على ثمانة آلاف بالغ تتجاوز عمارهم بثنين وعشرين سنة وطبعا أوضحت أن ما يستهلكون السكر بمعدة سبعة وستين قرام في اليوم الواحد يعني يكونون معرضين أكثر بنسبة ثلاثة وعشرين في المية للإصابة باكتئاب بعد خمس سنوات ويعد السهلاك سبعة وستين قرام من السكر في اليوم الواحد معدلا مرتفعا ذلك أنه يزيد بواقع الضعف عما توصي به الجمعية الأمريكية لأمراض القلب في غضون ذلك توضح الباحثة إينيكا كونوبل إلى أن النتاج التي توصلت إليها الدراسة لا تؤكد أن السكر المضاف يسبب بالطرابة الدماغ وأشارتي إلى أن من يخضعون أو عفوا هي يعني تقول أن من يخضعون للدراسات الطبية لا يتذكرون في الغالب ما أكدوه على وجه الدقة طيب على موضوع الاكتئاب يعني بعد الإجازة في مجموعة مسجات اللي يقول والله الإجازة خلصت بسرعة أهلا بالدوام وما أدري كذا يعني تنتشر مثل هذه الرسائل بشكل سريع بس يا جماعة الخير في حد فكر قبل لا يرسل هذه الرسالة أنه يقول اللهم لك الحمد أنا عندي وظيفة أشتغل فيها أخدم البلاد وأعيل فيها نفسي وأهلي وعيالي حد فكر فيها أتراف في ناس يدورون الوظيفة هذه وانت قاعد تقول يعني تبتدي أسبوعك بشكل سلبي لا على طاري الدوام زين الموارد البشرية يعني تشكل إدارة مهمة جدا في عملية تحفيز الموظفين للوصول إلى بيئة عمل مميزة نحن معانا في يعني الدقائق القادمة الأستاذة علي أحمد السويدي رئيس مكتب علاقات الموظفين مكتب علاقات الموظفين اسم جميل جدا ما نتعرف على برنامج أنتوا أقمتوا يمكن السنة الماضية بديتوا في الدورة الأولى اللي هو بيكم نفتخر خلينا نعرف أكثر عن هذا البرنامج وكل عام وانت بخير وانت بخير صحر السلام أخوية محمود طبعا برنامج بيكم نفتخر هو برنامج تكريم وتحفيز الموظفين في هيئة الصحة بدبي وهدفنا الرئيسي طبعا تشجيع مكافأة الإنجازات الرائدة على جميع المستويات بالهيئة من موظفين وفرق عمل ووحدة تنظيمية طبعا لازم يكون في الوقت المناسب والطريقة المناسبة لخلق بيئة تنافسية وإيجابية بين الموظفين طبعا احنا حاولنا نضبط هذه العملية وننسقها في هيئة الصحة بموجب أفضل الممارسات العالمية طبعا بما يتضمن تحقيق خطتنا الاستراتيجية جميل الدورة الثانية خبرين عن يعني الجوائز وفئات بكم نفتخر يعني بشكل سريع شو هي أهم الشغلات التي تتضمنها طبعا نحن عدد فئات أخوي محمود في بكم نفتخر منها فئات التمييز الوظيفي والإداري من أوسمة أو خلنا نقول أفراد فئات التمييز على مستوى الأفراد منها الموظف المتميز في المجال الإداري وفي المجال التقني والفني والهندسي وفيه طبعا ما ننسى خدمة المتعاملين أو خدمة العملاء وفيه عنا الموظفين المبتكرون وغيرها من الفئات التابعة لجوائز التمييز الوظيفي والإداري فيه عنا طبعا ما ننسى فرق العمل حاولنا بعد يعني نكرم فرق العمل نفس الشي الفرق العمل كإداري ومالي وفريق العمل كفني وتقني وفرق العمل من ناحية الفرق العمل اللي هي تشتغل في المستشفيات أكثر الأطباء التمريض طب مساندة إذا عندهم مشروع بروجيكت شغالين عليه حاولنا بعد نكرمهم عن طريق بكم نفتخر وفيه عدة فئات خلنا نقول أخرى أو جوائز أخرى منها تكريم الخدمة الطويلة التحصيل العلمي منها براءة الاختراع طبعا هاي فئة يديدة بعض ضفناها منها جوائز تكون عندنا إحنا في هيئة الصحة بدبي في بكم نفتخر فحبينا نضيف كم من فئة يديدة على سبيل المثال في التحصيل العلمي العام كان بس عندنا تكريم المواطنين اللي هم حاصلين على شاهدة الماجستير أو الدكتوراه أو البورد هاي السنة حبينا نضيف لا بعد هي مقتصرينها على المواطنين بس أن حبينا نكرم الحاصلين على الثانوية العامة على الدبلوم على الدبلوم العالي وعلى البكالوريوس وطبعا الماجستير والبورد والدكتوراه ما شاء الله يعني هذه تدل على أن الهيئة تحفز الموظفين على استكمال تحصيلهم العلمي صحيح شو ما كان وأيضا فيه أعتقد عندنا برامج معينة سواء في التعليم الطبي أو حتى من خلال بعض البرامج اللي تسوونا في الموارد البشرية فيه موضوع أنه تحفيز الطباء تحفيز العاملين في الهيئة الإداريين كذلك أنا كانوا حاطيني في برنامج راكي اعتذرت يعني ما شيء وقت عندي للأمانة يعني في هذا الجانب الهيئة ما شاء الله يعني متميزة ومتفردة في هذا الموضوع طيب المعايير والشروط اللي ممكن نحن نقول أنه هي المعتمدة في الترشيح لمثل هذه الفئات أو الجوائز طبعا مثل ما ذكرت أخويا محمود نحن عنا فئات التمييز الوظيفي هي لا فيها معايير الفئات الأخرى فيها شروط على سبيل المثال التمييز الوظيفي مثلا إذا حد من الموظفين حاب يقدم على مثلا الموظف المتميز في المجال الإداري في معايير معينة وفي معايير فرعية تحت كل معيار تقريبا هي نفسها اللي كانت معتمدة أو ما زالت معتمدة في جائزة دبيل لأداء الحكومي المتميز بالضبط بيننا إحنا أن ننشر ثقافة التمييز التمييز من خلال بهالطريقة طبعا هم عبارة عن أربع معايير الأداء والإنجاز المبادرة والابتكار التعلم المستمر والمهارات الإشرافية طبعا على حسب الفئة تختلف الأوزان فيه أوزان يعني فيه مثلا فئات فيه أوزان ثقيلة فيه أوزان ثقيلة مثل ما قلت وفيه أوزان ممكن تكون أقل اليوم نحن نتكلم عن السمنة بعد نقول له عن السكر سبب الاكتئاب والله ما أظن أن السكر يسبب الاكتئاب بيئة العمل سبب الاكتئاب لا لا إن شاء الله بيئة العمل دائما فيه يعني متطورة وفيه تمييز إن شاء الله إن شاء الله يا رب نزين عندي يعني السنة اللي طافت أنتو فيه مجموعة من الناس اللي فازوا وتأهلوا وكذا فأنا أريد أن أتكلم يعني أنتو كيف أهلتوا الموظفين هالسنة السنة اللي طافت كان فيه لجنة موجودة وتمت عملية التقييم صحيح بناء على الترشيحات اللي هي لكن السنة هذي شو سويته السنة طافت كان فيه كان فيه ورش تعريفية لأن البرنامج كان فيه دورة الأولى كان فيه ورش تعريفية خلنا نقول بالفئات والجوائز والمعايير هاي السنة العام يمكن من تجربتنا لاحظنا أن فيه موظفين بعدهم يواجهون صعوبة في كتابة الملفات فهاي السنة حبينا أن نركز ملف الترشيح ملف الترشيح حبينا نركز على هذا الموضوع أو هاي النقطة فإن شاء الله خلال شهر سبتمبر بتكون فيه ورش تدريبية مكثفة للموظفين كيفية كتابة الملفات بتكون فيه جميع يعني مباني الهيئة من المستشفيات وبتكون باللغتين العربية والإنجليزية وفي حال عندهم أي سؤال عندهم أي استفسار يقدرون يسألون المعنيين وناس مختصين هم اللي بيون يدربونهم على كتابة الملفات ومعايير التمييز أنا اللي يعيبني يعني السنة اللي طافت بعد الحفل كانت مسألة الأوسم نشوف يعني الناس اللي فازوا كل واحد مع القلة مثل لين اليوم لين آخر يوم في الدورة صح نزين وبعدها بتوزعون على ناس لا يعني هاي هو مثلا على سبيل المثال احنا عطينا الأوسمة اللي هم كملوا ثلاثين سنة فما فوق فهذا يتم على طول عنده هاي السنة اللي مكملين ثلاثين يعني وأكتر هو الأكتر احنا كرمناهم العام بس اللي مكملين ثلاثين سنة إن شاء الله بعد بنعطيهم أوسمة والإدارة المتميزة في حال إن شاء الله يعني إدارة من الإدارات اللي هيئة فازوا جميع الموظفين بيلبسوهم بعد الأوسمة إن شاء الله إدارة نتفوز إن شاء الله إن شاء الله جميع إدارات ممتاز علي في شيء تبغي أن تضيفينه قبل أنهي اللقاء معات والله يعني من هذا المنبر أنا حبيت يعني أشكركم وفي نفس الوقت أشجع الموظفين في هيئة الصحة على المشاركة لأن هذا يعني هذا شيء يعتبر جيد إن الموظف يعرف شو مثلا نقاط القوة عنده ونقاط التحسين حتى لو ما فاز دائما المشاركة هي يعني ربح بحد ذاته صحيح أخة علي أحمد السويدي رئيس مكتب علاقات الموظفين في هيئة الصحة في دبي نحن شكرا لك توجدت معنا أدري دودا نابت اليوم يبنى تشدع السريع لكن ما شاء الله عليك دائما ما تكونين حاضرة وزات الله خير على هذه التوضيحات وأيضا أنا أتوجه كذلك للموارد مشري في هيئة الصحة في دبي يعني بشكر جزير على الكثير من المبادرات اللي قامت فيها إن شاء الله في الحلقات القادمة ومصلة الضوء أكثر على مثل هذه المبادرات لكن تبقى يعني مسألة أن الواحد كيف ممكن يروح الدوام ويشتغل ويستمتع بالشيء اللي هو يسويه حد يقول مثلا مديرا مضايق إن حد ممكن يقول الجو العام سيء حد ممكن يقول ما دريك هذا أنا بقول لك في الأساس يعني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أنت اللي تضايق في عمرك أكثر من المكان هو اللي يضايق فغير من نفسك لأنك أنت ما تملك تغير الناس الثاني فانظر للأمور بإيجابية تعال من الصباح من نتيج دوام أنت حط في بالك أنك ساير مكان تحبه مكان بتستمتع فيه مكان بتعطي فيه يا أخي مكان بتخدم فيه البلد يعني شو أجمل من هذه الرسالة أنك أنت رايح تخدم بلادك فيه أجمل من هذه الرسالة الواحد ممكن يحطها في باله ويروح الدوام ما أعتقد فيه أجمل عموما نحن فاصل وبعد الفاصل مرجع ميتكلم على الجانب التغذوي في هيئة الصحة بدبي بتكون معانا إن شاء الله الدكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي بتحدثنا عن مؤتمر دبي الثالث للتغذية وهي أيضا رئيسة المؤتمر ومعانا كذلك بتكون لخة فاطمة حسن عبد الله رئيس قسم التطوير والمتابع بإدارة التغذية العلاجية فاصل وراجعين صحة وسعادة صعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا مستمعين تنظم هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل مؤتمرها السنوي الثالث للتغذية الذي إن شاء الله بيستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين والمهتمين في مجال التغذية هذا المؤتمر حقق نجاحات سابقة في دوراتها اللي انعقدت يعني ما يتكلم عن أهميته أهدافه الأشياء اللي بيتم مناقشتها في هذا الموضوع وأيضا اللي حاب يسجل في هذا المؤتمر كيف ممكن يسجل كيف ممكن أن يعني يتعرف على أوراق العمل اللي موجودة كل ما يخص هذا المؤتمر مع ضيفتانا في الستوديو دكتورة وفا عايش مدير ردات التغذية العلاجية والأخي فاطمة حسن خير الله رئيس قسم التطوير والمتابعة في إدارة التغذية العلاجية فاطمة شو بلات ها قولي لا أحبيت تصحيح الأسم أي زي عموما دكتورة طبعا نحن اليوم نتكلم عن المؤتمر لك هذا ما يمنع إذا فيه أي سؤال عن التغذية ممكن حتى نعطي بعض النصائح في مجال التغذية كذلك ولكن نرجع للمؤتمر مؤتمر التغذية خبرين عن هذا المؤتمر شو أهدافه ويعني التفاصيل الخاصة بهذا المؤتمر ومن ثم سوف يعقد أصلا إن شاء الله أول شيء كل عام وإنت بخير والأمة الإسلامية بخير ودولتنا العظيمة الإمارات بخير بداية تماشيا مع استراتيجية هيئة صحة دبي عشرين عشرين والوصول إلى مجتمع صحي وسعيد من ضمن الإشاء اللي حطاها هيئة صحة دبي بتعزيز الاستراتيجية التعليم المستمر وتبني المعرفة العلمية كوسيلة عشان نواكب آخر تطورات العلم وطبعا التغذية كل يوم محمود وإنت على دراية بذلك كل يوم عنا معلومة إما تصحيحية لشيء كان الناس بتمارسها بصورة خاطئة أو اكتشاف جديد في علم الغذاء سبحان الله كل يوم نكتشف شيء له أثر والله أكتشفت أن الغذاء يطلعون منه بلاوي يعالجون أمراض ممكن تكون أمراض مزمنة صحيح ما أدري هل هذا الكلام سليم ولا لا لكن عموما ما هاي اللي عم بقولك في كتير أشياء لسه نكتشفها إحنا ما اكتشفنا من العلم إلا قليلة صحيح وبالتالي إحنا عم نجيبهم نستضيف زي ما تفضلت محمود كوكبة من علماء التغذية شريك في المؤتمر في العالم بالوطن العربي وبالدول الخليج لأول مرة شراك معنا المنظمة الأمريكية العالمية للتغذية الوريدية والأمبوبية الأسبن وهي أول مرة تيجي على الشرق الأوسط شو هي التغذية طبعا هي جمعية الأمريكية للتغذية الأمبوبية والوريدية من أشهر الجمعيات العالمية بالعالم يعني هي بداية بدأت في أمريكا وبعدين انتصار في الأوروبية والفليبينية وواواوا أنا أبغي أتكلم بس عن التغذية الوريدية بس انبسطة للناس التغذية الوريدية أو الأمبوبية الوريدية اللي هو الناس اللي بتتغذى عن طريق الوريد اللي ما بيقدروا يستخدموا المعدة أو انهم يأكلوا عن طريق الفم فبيكون في إما أمبوبية عن طريق الأنف أو بيدخل تيوب داخل الأمعاء وبتوصل للأكل داخليا طبعا وجود هي الاسپن أو الامريكان سوسائتي أو من أهم الجمعيات العالمية التي تمنح حتى شاهدات بتؤهل خصائي التغذية العلاجية حتى يكونوا بجانب الأطباء ويعرفوا يعطوا التغذية سليمة للمرضى طبعا أيضا من أهداف المؤتمر إضافة إلى أنه نورجي آخر ما توصل إليه العلم جايبين آخر أبحاث لأول مرة السنة حيكون لدينا آخر أبحاث اللي عملوها طلاب مدرسين جامعيين حتى تعرض وتخيل يا محمود لأول مرة بنعملها 81 بوستر يتقدموا عشان يدخلوا هنختار منهم كوكب ما هنقدر نختار كلهم هنختار منهم طبعا في اللجنة العلمية هتختار كوكب من اللي بعتقدوا إنها هم باست 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 إن شاء الله إن شاء الله يا رب فاطمة يعني الجوانب الإدارية في عملية التنظيم لها يعني أهمية كبيرة في إنجاح أي مؤتمر فخبرين عن هذا المؤتمر من الناحية الإدارية ترى كيف الواحد ممكن أن يحضر مثل هذه الدورات؟ كيف الواحد مثلاً إذا حاطين مبالغ معينة في عملية الحضور؟ يعني كل التفاصيل الخاصة؟ طبعاً بالنسبة للمبالغ فيه مبالغ طبعاً مثل باقي المؤتمرات التسجيل المبكر له مبلغ معين وعلى حسب التخصص أو الأشخاص اللي بيحضرون أو ورش العمل اللي بيحضرها أي بالنسبة للمحاضرات بالنسبة لتختلف عن ورش العمل بالنسبة للأشخاص اللي بيحضرون الأطباء مختلفين عن الطلاب ممتاز أبغي أعرف كيف ممكن يسجلون تسجيل مبكر تسجيل مبكر عندك عن طريق أنا هحط أنت مبين عندك صح؟ ممكن يدخلوا على هذا أنا ما أشوف ما أريد أنت قادرة تسوفين هلأ بقربها يعني لو تجربتها ما أريد أنت تقدرين تقرينها الحيلة هي مسكينة مغفى ما قصرت حطها ورد الله على كل فيه عن طريق الويب سايت تبع الهيئة موجود dubayneutrition.ae فيهم يدخلوا على dubayneutrition.ae وفيه كمان هاتف ممكن يتصلوا فيه 056 1792350 أو يبعتوا إيميل l-e-l-a-h-c-e-n dot صاد صديقي s-a-d-i-k-i at m-c-i dot group dot com فيه أكثر من طريقة طبعا بشجع كمان إذا فيه groupات لأنه في group discount بحب أنوه أنه المؤتمر معتمد من هيئة صحة دبي كساعات معتمدة. ومن الـ American society وهاي كمان أول مرة يتم اعتماد المؤتمر من الجمعية الأمريكية للتغذية الأموبية والواردية إضافة إلا فيه ورشة عمل خاصة فيهم لحالها اعتمادها لحالها. هم هيعملوا ورشة عمل خاصة. جايين طبعا من أمريكا والأوبر. إذا هذه دعوة لكل خبراء التغذية أو خصائيين التغذية أنهم يتواجدون في هذا المؤتمر لأن المادة العلمية التي سوف تناقش في هذا المؤتمر مادة قيمة جدا. ومش بس وحتى الأطباء الممرضين الصيادلة لأن في كثير يعني لأول مرة كمان سيكون في عنا ورشة خاصة للممرضين وعلاقتهم بالتغذية. لأنه بتعرف هم كثير مهمين يعني أنا بتهيأ لي هم عماد أي مستشفى التمريد فمعاهم لازم نكون لهم فخصصنانهم حتى إلهم هم خصوصي ورشة بالتغذية خاصة هيعطوها ممرضين من كليفلند. ممتاز طيب تبقوا أنت ضيفين شي فاطمة؟ عم بحاول أقرب شوف. هذا البوستر فيه عربي بس هذا اللي عم منوزعه بيعني بدول أوروبية حتى يحضروا الناس لأن الحضور مش فقط مقصور على الدول العربية. كم تتوقعون عدد الحضور؟ السنة اللي طافت كم؟ فوق الثمانمية تقريبا إن شاء الله. فوق الثمانمية تقريبا إن شاء الله. العام كم؟ سبعمية وشي. سبعمية وشي. أنا أتصور السنة ألف بيوصلون. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بس المؤتمر هل هو قادر على يعني عنده القدرة على احتواء هذه الأعداد؟ نعم إحنا حطين في بالنا هذا الرقم إن شاء الله. هذا الرقم إن شاء الله. وين بيكون؟ بدبي فستيفل سيتي. انتر كونتيننتل فستيفل سيتي. الحمد لله التصفيق المؤسسي عندنا في هيئة ممؤثر. يعني حقيقة معنا لأنهم بارتنرز معنا فهم مش مؤثرين هم اللي يقلهم باللوجستيكس أكتر منا. يعني إحنا هنا بالمادة العلمية أكتر. نزيل. عيلا من يبحث من التسويق المؤسسي. نحي صراحة آه. لأنه فاطمة فكري والأخت هنا وسيد غاني ممؤثرين معنا في عملي اللازم. لإحتواء هذا العدد وزيادة يعني. نزيل. الحين السؤال اللي أنا يعني واهدي همني في عملية الحديث عن أي مؤتمر. هي المادة العلمية. شو هي المادة العلمية اللي بتطرح؟ شو أهم المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر؟ تحكي فاطمة اللي قلت لما أنا. بداية أنا فينا أقول إن أول شي عنا حوالي ستين محاضرة. وعنا خمس ورش عمل. حتكلم جزء وفاطمة هت يلا ابدي. رح طبعا تكون المواضيع اللي سوف يتم تغطيتها بإذن الله بتكون الأبحاث ودراسات متقدمة في علم التغذية والغذاء. وفيه طبعا عن المراحل العمر المختلفة سواء كانوا أطفال بالغين مسنين. والتغذية وعلاج الأمراض غير المعدية. أمراض الحساسية السمنة السكري والسرطان وغيرها. وفيه المواد الغذائية الفعالة ومركباتها الحيوية. وإن شاء الله بإذن الله بيكون فيه بعد مواضيع عن المواد الغذائية والتقييم التغذوي. والبروتوكرات التغذوية قبل وبعد عمليات الجراحة. هذا قبل وبعد دائما عمليات التجميل. فيني أضيف شغلتين أنه في كل يوم حيكون في عنا محاضر. هو عالم من علماء التغذية. يعني أول يوم إن شاء الله حيكون فيه بروفسور هوليك. بروفسور هوليك هذا محمود بيسموه الأب الروحي اللي فيتامين دال. يسموه ذا فادر وفايتامين دال. هو مكتشف فيتامين دال. وإحنا جيبينه لله الحمد. حيفتتح المؤتمر. حيتكلم عن أهمية فيتامين دال. وبنصح أي حد يجي يحضر محاضرته. لأنه ما هيقوم عن الكرسي. إنسان صراحة. يعني أنا بكون بطلع على المحاضرة تبعته. من كتر ما هو رائع المحاضرة. أنت ما فيك تقوم. غنية بالمعلومات. مش معقول. مش معقول يعني. الحمد لله حيكون هو بالافتتاح. تالي يوم حيكون عندنا بروفيسور مارتن دال. كمان إحدى هو بالجمعية الأوروبية للتغذية. وحيكون هو عالم من أعلام التغذية. عنده أبحاث كثيرة في الجراحة. والتغذية الناس اللي في العناية المركزة. بروفيسور مارتن دال. وتالت يوم كمان حيكون عندنا بروفيسور ريسيرتشر باحثة. اسمه كارلا من أمريكا. جايخ خصوصية حتى تتكلم عن التغذية للأطفال. طبعا انت شايف تغذية الأطفال من أصعب التغذية. لأنه يعني ما بيقدروا يتكلموا زي الكبار. ما فيك تتواصل معهم. جايب أبحاث عن تغذية العناية المركزة للأطفال. يعني إحنا جايبين ولله الحمد. كوكب من العلماء في التغذية لا يخدموا ويعطوا العلم اللي عندهم للدكاترة الأطباء الأخصى التغذية. هناك سؤال يقول هل المؤتمر بيكون من قول على الفيسبوك؟ شوف. وكيف نقدر نشوفه؟ طيب. الناس اللي حضروا. الناس اللي سجلوا في المؤتمر. كل سنة ولله الحمد. المحاضرات بعد ما ناخذ موافقة المحاضرين. عم تنزل على لمدة سنة. يعني من سنة لسنة. يعني السنة الأولى كامل كانت المحاضرات السنة الثانية كمان إذا. على وين تنزل؟ تنزل على dubaynutrition.gov.ae. نعم. dha.gov.ae. يعني dubaynutrition.ae. أوكي ممتاز. فبينزل وموجود هناك. المحاضرات الخاصة بالدورة الثانية كلا بوجودة. نعم. وإن شاء الله بعد الانتهاء من الدورة الثالثة. بيكون الثالث نعم. ممتاز. هذه مادة قيمة. واحد ممكن يتطلع عليها. أنا رأيي خليها على طول. ليش تشيلونا سنة؟ لأنه ما بعرف. بس بتوقع أنه لأنه ممكن الcapacity. ما عندي فكرة صراحة. هاي technicalities مش أنا اللي بتدخل فيها. يعني كل سنة. بس هي موجودة لأي حدا يعني صراحة. بتمنى أنه أي حدا بده يعني يستفيد يدخل عليهم. لأنه فعلا المحاضرات تفوق الستين محاضرة. ممتاز. والهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه المؤتمرات هي نشر المعرفة. وتطوير الموارد البشرية سواء الموجودة في الإمارات. واستقطاب أهم القامات العالمية في التخصصات بشكل عام. أنا ما تكلم عن التغذية بشكل عام. صحيح. أن كنت تصديف مثل هذه القامات هذه الخبراء والعلماء في هذا المجال يعني يعطي قيمة أكبر للمؤتمر. طبعا. زي ما قلتولي كم الاشتراك؟ حسب. حاطين أنتو الأسعار موجودة في الويب سايت. موجودة في الويب سايت. وعندك الطلاب طبعا كل مكان بكير كل ما أنت حصلت أرخص طبعا. والطلاب أرخص شيء طبعا لأنه إحنا نشجع. مثل تذاكر الكلاسيكو. يعني حتى الطالب. التكلفة ما بتغطي اليوم بس لأنه بدنا نشجع وطلابهم يحضروا لأنه صراحة مادة علمية. حتى في الجامعة ما بيقدر يحصلوا عليها. ويكونوا يسألوا المحاضرين وعلماء التغذية. ألفين الكتب اللي هم عم بيدرسوها موجودين. طبعا بدي أنوه إنه المؤتمر برعاية كريمة. مسؤول شيخ حمدان بن راشد المكتوم. الله يحفظه. ومشكورين رعايته لمؤتمرنا. طبعا هو رئيس صاحب دبينا. الله يحفظه يا ربه. أمين يا عمين. اتفضل يا فاطمة. لا أنا قلت أمين. لأن ساعات مجموعة الأصوات فأنا أسمع سمارة. زين. أنا بس عندي يعني دقايق معدودة. محور أنا ما اتطرق له أو شغلة معينة أنا ما قلتها. إذا حابين عندكم كل واحدة مثلا ثلاثين ثانية. بس إذا بتركزي على ورش العمل إذا بتحبي تحكي فاطمة عنهم. يعني لأنه ورش العمل صراحة هالمرة كتير مهمة. خلصها ثلاثين ثانية. طيب لا أنا باتكلم عن سؤالك الأولاني اللي هو هل الغذاء لهالدرجة يعني ممكن يكون مهم. وبصراحة الممكن تقول التغذية ممكن هو يكون العلاج الرئيسي في معظم الأمراض إذا ما كانت كلها. وفي بعض الأحيان حتى الأمراض الخبيثة أو الصعبة يعني. ممكن ما يكون هذه كعلاج لكن تكون كتخفيف أو مساعد أن المريض يتعدى المرحلة أو يكون أقوى في تحمل هالمرحلة. فهذه ذكرتيني بحالة صراحة يعني أنا دائما أوقف عندها يعني كيف ما شاء الله عليها قادر أن عندها يعني أجارنا الله هو أجار المستمعين كلهم عندها الخبيث فصار لا يمكن أكثر من سبع سنوات ما تتعالج لا كيما أو الأشياء ولكنها في التغذية ما تأخذ غير النماتية. الأشياء أنا بعرفها. يعني. إنسان رائع صحيح. يعني مثال والله يحتضى أن الواحد مقبل على الحياة بهذا الشكل. أمين يا رب. فضل الدكتور. أنا هاختصر بما يعني الثلاثين ثانية ساعون هحاول أكون أنه ما يميز مؤتمرنا. لأول مرة على المستوى الشرق الأوسط سيتم مشاركة الجمعية الأمريكية التغذية الأمبوبية والأوريدية. سيتم لأول مرة عرض بوسترات لآخر الأبحاث من طلاب ومحاضرين. سيكون هناك مشاركة الجمعيات التغذية والمحلية. يتكلموا على المنصة. ركن خاص لمدة يومين عن الطبخ الصحي. وكيف توصلوا إنهم يخلوا الطبخ بصورة أحسن. إضافة إلى ركن السوق التغذوي. وهذا لأول مرة كمان بنعمل. بيعظوا فيه آخر منتجات صحية للتغذية. أتمنى إن الحضور يستفيد من جميع الكوادر الطبية. ونتمنى نشوفكم على خير بإذن الله. إن شاء الله. وأنا يعني أدري إن المستمعين يفضلون إنهم ياخذون بعيد عن الويب سايت بعيد عن كذا. يمكن أن لا يحقوا على الويب سايت. نقول لكم. رقم الهاتف خذوا 056 179 2350. صح. نعيدها مرة ثانية. 056 رقم موبايل طبعا. ها دكتورة؟ هي نعم. 056 179 2350. بص لو ممكن يعطوكم المعلومات أو البول أو ترشلهم مسجات واتساب. واتساب شي واتساب على الرقم؟ على الواتساب مثلا ممكن يكون أسأل تأخذون معلومات كاملة. دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية. ولخد فاطمة حسن خير الله رئيس قسم التطوير والمتابع بإدارة التغذية العلاجية. فهي تصحبت بينا حتى تمنى لكم توفيك في مؤتمركم القادم. مشاكرين لكم تواجدكم. وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة تسليط الضوء أكثر على هذه المواضيع اللي سوف يتم طرحها في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم بصدقة. كل الشكر لتميرة اللي اخفر لي مشكورة ما قصرتي. وكل عام أنت بخير. زاكر الله خير يا عيسى. عيسى سبيل مخرجنا اليوم وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. فنقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. موسيقى موسيقى موسيقى